اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية تحل المشكلة تغيير تحديث المجوز نقوم بالضغط على ضبط عددات من ثم نقوم بالضغط على تطبيقات وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على انستغرام خاص بكم ثم نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري بعدها سوف نقوم بالضغط على الموافقة نقوم بالضغط على المكان التحزين ثم سوف نقوم بالضغط على المساعة الخزين ثم سوف نقوم بالضغط على تعمل WinFuz بعدها سوف نقوم بال Chevrolet هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم فحسبنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديث قوم بضغط عليه وسأني من تتحديث تطبيقكم انستغرام هكذا نكونوا قد قمنا بي